تعالوا بنروح مع أخبار النادي الأهلي اللي قلنا لحضراتكم برضو هنوفيكم بيها يعني كل لحظة وإيه الجديد اللي بيتم على الأرض مجلس إدارة النادي بقيدة طبعا كابتن محمود الخطيب بدأوا فيه التجهيز لإفتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس الحدث اللي كان ناس كتيرة جدا من الجماهير بيعودوا على السوشل ميديا يسألون يا جماعة هو فرع التجمع إمتى فرع التجمع إمتى إحنا مع حضراتكم ها كل يوم هنوفيكم بالجديد خلاص فيه استعدادات دلوقتي والمحدد لها مفروض الأسابيع المقبلة يعني القليلة جدا وكان فيه اجتماع عقده العمري فاروق طبعا نائب رئيس النادي وكان اجتماع يعني تم فيه شرح ده كان مبارح الصبح مع المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة عشان يشوفوا بقى التجهيزات لإفتتاح الفرع والجلسة كمان اتفقوا على تطوير وتنمية المفروض المناطق المحيطة بفرع النادي قيام بأعمال اللانسكيب كمان إنشاء المحاور المرورية الجديدة والمسطحات الخضرة أعمال الإنارة كل الكلام بقى اللي بيخص أن انت في الأول في الآخر يطلع لك صورة محترمة الناس برضو اللي كانت بتسأل عن فرع التجمع الخامس هو هيبقى شبه أني فرع من الفروع يعني كانت ناس بتقولك أنه هو شيء حيكون شبه فرع مدينة نصر هو تريبا على خمسين فدان فيه يعني فيه طبعا مجمع ألعاب وملاعب كتيرة جدا وحمام سباحة محترم جدا يعني فيه تفاصيل كتيرة حيطلع بالصورة أكيد في الأول في الآخر مجلس الإدارة بيبقى حريص أنه يطلع الصورة المحترمة اللي طليق بجماهير النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي طبعا أنا عن نفسي عندي فضول شديد ومستني اللحظة اللي ينطلق من خلالها بقى الافتتاح لأنه أكيد حيبقى فعلا إضافة جديدة وإضافة كبيرة أكيد المساحة دي هتكفي وحضراتكم عارفين بقى النادي الأهلي كمان لما يكون بصدد عمل أو إنشاء فرع جديد ليه وما بيسبش لا صويرة ولا كبيرة الحقيقة كل أمر بيهم كل رواد وكل مرتادي وكل منسوب النادي إنه الأهلي في أي فرع من الفروع لازم يكونوا مرضين بدرجة مليون في المية وإن شاء الله ده هيحصل بحزافيره مع الافتتاح الجديد للفرع الجديد إن شاء الله في القاهرة الجديدة